بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادسة الابتداء في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم صفحة 46 وكذلك صفحة 47 مثل ما تلاحظ امامك عزيز الطالب ان شاء الله اليوم درسنا راح نعلم الجد والجدة اشلون يكنكن طبعا هما ما يعرفون لانه مكبار هو راح يخطينا بعد يعلمنا لكن احنا بما انه احنا نعرف بشوك شي بالالكترونيات يعني نعرف شون نكنك نعرف شون نستخدم التليفون هما كبار بالعمر فما يعرفون فاحنا راح نعلمهم فلو تلاحظ عنوان هنا عزيز الطالب صفحة 46 راح يقول going online اللي هو الذهاب عبر الانترنت بين قوسيا التكنيك شون واحد يكنك اوكي going الذهاب وانلاين يعني عبر الانترنت شو يقول هنا يقول لسن اصغي اندريد طبعا لسن اصغي لياني واقرأ بعدي اندريد واقرأ بعدي لو تلاحظ هنا عندك helping مساعدة my grandparents اللي هما الاجداد الجد والجد grand شوف كلمة grandparents اللي هما الاجداد الجد والجد فلو تلاحظ my grandparents اللي هما الاجداد أجدادي كبيرين يعني الثانيات مكبار الآن ذي كلاهما ذي هما ذي معناه هما هما كلاهما where يرتدون glasses النظارات النظارات and where cannot see ولا يمكنهم أو لا يستطيعون see and yaro small صغيرة writing الكتابة الصغيرة very well بشكل جيد بشكل حسن يعني هما كبار بالعمر بيقدرون تشوفهم I am Anna going to Anna سوف أساعدهم Anna I am going to هاي معناها say أو سوف help them أساعدهم أساعدهم to use أن يستخدموا a computer اللي هو computer شنو الجهاز الحاسوب أوكي فهم on the internet بالانترنت my grand bar اللي هو جدي grand bar جدي can find ideas يمكنه أن يجد ideas of cup to help لكي تساعد with مع شنو بي من الساعد كافس اللي هو شنو كافس السعال and colds والزقاب يعني إذا واحد ده سعال عد زقاب فراح يرحون الانترنت على حساب هذا الموضوع and my grand ma وجدتي الساعد يريدي روح يعرف شنو عن الكافس السعال and colds as come الجدة ش تريد my grand ma جدتي can find يمكنها أن تجد lots of الكثير من new recipes اللي معناها وصفات وصفات four cakes وصفات طعام المل الكيك يعني الكيك وصفات الكيك شون يحضرون الكيك and و biscuits والبسكت ملاحظ فكرة recipes معناها وصفات للكيك والبسكت هذا اللي تريد من هو جدتي هس راح نجعل الطالب لو تلاحظ هنا يقول read اقرأ and و complete اكمل the conversations المحادثات وعندنا ذن المفردات عزي الطالب عندنا محادثة وسوف نستخدم المحادثة الاولى والمحادثة الثانية راح ناخذ كلمات منا نخلي به هس المحادثة الاولى من المحادثة الثانية سناخذ هس هسا راح نيجي واحدة واحدة زين نستار هسا هذا شون يجيني بالامتحان اول شي عزيزي طالب انت حاليا قاعد تتعلم قراءة لان شوفني شون اقرأة وتقلدني وقاعد تتعلم ترجمة وثالث شي اللي راح يجيك احتمال بالامتحان يعني مثلا هذا الفراغ يطيك let's search for فراغ ويطيك مجموعة كلمات مثل هاي لازم انت تنزلها حسب الترجمة حسب المعنى لذلك خلي كوياي ركز عزيزي طالب لاحظ conversation 1 المحادثة الاولى اللي راح نعلم بها الجد راح تتحكي هاي شو تقول تقول فورست اولا تدقي اللي تجدها اول شي اللي تسويها you need انت تحتاج to go online ان تذهب عبر الانترنت يعني تكنك go online تذهب حر او تذهب عبر الانترنت ليش to find يعني اذا كنك لكي تجد اذا كنك تشتجد a website الموقع الالكتروني او موقع الالكتروني you won't انت تريده الجد راح يقولها اوكي حسنا how do i that how do i do that كيف انا افعل ذلك شو هنا كنك شوف ما يعرف هاو كيف انا افعل دو افعل ذات ذلك كيف افعل ذلك راح هي الجاوب تقولها so grandpa لذلك جدي let's search دعنا نبحث for عن شنو لو تلاحظ او ويب سايت زيب هاي كلمة ويب سايت سين معناها موقع الالكتروني منين جبناها جبناها من الكلمات اعلى ذن الكلمات بفوق فلحات فكرة فهاي كلمة ويب سايت وينها هذه وينها فلاحظ دعنا نبحث عن او ويب سايت موقع ما عليك تروني about عن كافس اللي هو السعال and calls والزكم اوكي حسنا what do i write ماذا انا اكتب يعني شنو اكتب راح اتجاوبها هي تقول لها we can نحن يمكننا لاحظ key in شوف كلمة key in يدخل او يسجل العنوان يعني نحن يمكننا ان نسجل and address العنوان for example على سبيل المثال اتج تي 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 بي اس كولين اوكي سلاش سلاش دابل يو دابل يو دابل يو ثلاثة دابل يو كافس and calls يعني نقدر نكتب هذا العنوان كل or او we can just او يمكننا فقط key in ان ندخل فقط كلمة كافس and calls يعني نقدر نكتب اش تي بي بي الى اخره ونقدرش نكتب key in ندخل فقط كلمة كافس اللي معناها السعال and calls اللي معناها الزقام and وبعد ما دخلنا الاسم click on search ننقر شوف كلمة click on ينقر باستخدام الموس click on ينقر on search على كلمة كلمة search راح يقيلها اوكي حسنا i am key in ان انا ادخل يعني اسجل العنوان اللي هو منوا كافس and calls السعال والذكر ايه قاعد ادخل العنوان راح تقيلها لوك انظر now الان we can see الان يمكننا ان نرى lots of الكثير من ويب سايت المواقع لحظ كلمة ويب سايت مواقع صح ان تكتب عنها تانية شيء يطلع عليك مواقع مختلفة فيمكنك ان ترى كثير من الويب سايت about this عن هذا الجد راح يشوف ان شيء يتفاجئ شي يقول that's fantastic هذا رائع let's دعينا click on ننقر على this one على هذا هذا يقصد بها الشيء ويب سايت موقع الالكتروني هذا رائع دعينا click on ننقر this one على هذا هذا عز الطالب بالنسبة الى شرح وترجمة صفحة 46 راح ننتقل انياك على صفحة 47 نكمل المحادثة الاولى وايضا المحادثة الثانية راح فيها شي تقلل من قال ننقر على هذا راح تقلل that's right حسنا grand bar جدي click انقر click on انقر على the title العنوان with the the mouse باستخدام الماوس اكيد كلمة click on من واحد ينقر رازم يستخدم the mouse اللي هو الفارة راح يجاوب هو شي قلل this looks interesting هذا يبدو ممتعا هذا بالنسبة للجدة وطلعت لي الويبسايت الموقع الكتروني يريده اللي يحتي لي عن الكافز and calls اللي هو الزكام والسعاد نيجي المن نيجي ل conversation number two اللي هو الجدة اللي تريد تبحث عن recipes اللي هي الوصفات للكيكس اللي هو الكيك and biscuits والبسكت فهسا لو تلاحظ عزي الطالب هنا راح تعلم الجدة لو تلاحظ تقول first أولا let's go دعينا نذهب وين online فهنا نحتاج online من جبناها هذه الكلمة؟ جبناها من المحادثة و لو تروح للمحادثة أول سطر بها راح تقول go online ف let's go online to find لكي نجد the website الموقع you want اللي إنت تردينه أوكي أولا دعينا نذهب عبر الانترنت to find لكي نجد the website الموقع اللي كتروني you want اللي إنت تردينه أوكي هم ما تعرفش راح تقولها راح تقولها how do i do that كيف أنا أفعل ذلك راح تقولها so grandma لذلك جدتي let's دعينا search for دعينا نبحث عن شوف هالفراج خليت بي search نبحث عن شنو a website موقع اللي كتروني about عن making كيكس عن شنو صنع الكيك about عن making صنع شنو الكيكس اللي هو الكيك أوكي راح تقولها أوكي what do i write أوكي حسنا ماذا أنا أكتب يعني شي أكتب راح تجاوبها we can key in نحن يمكننا أن ندخل شن ندخل an address s العنوان فكلمة key in لها علاقة بي من العنوان key in معناها ندخل العنوان نكتب العنوان for example for example على سبيل مثال https colon slash slash www home cakes هذا عنوان هذا عنوان كل عنوان or أوكي عنوان آخر we can نحن يمكننا just فقط يعني بس key in ندخل بس نكتب شنكتب home cakes and click on search وننقر على كلمة search بعد أوكي بجدة راح تجاوبها تجاوبها حسنا i am keying أنا أدخل أوكي home cakes بعد هش راح تجاوبها هذه راح تجاوبها انظري ناو الآن we can see يمكننا see and نرى lots of الكثير من وابسايتز المواقع الإلكترونية lots of الكثير من شنوى وابسايتز بعد راح تجيلها scroll شوف هالفراش خليت بي scroll مرري up إلى الأعلى or down شوف هنا يمرر إلى الأعلى أو إلى الأسفل to find لكي نجد a website موقع الإلكتروني that you want اللي أنت تردينه أو that you like اللي أنت تحبينه فهي شتراح تجيلها راح تجيلها that's fantastic هذا رائع أوكي جميل لطيف مذهل let's دعينا click on نضغط على أو sorry ننقر على click on ينقر على باستخدام الماوس this one على هذا هذا الشيء يقصد به على هذا الويبسايت على هذا الموقع اللي تتروني that's right حسنا grandma جدتي click on انقري the title على العنوان with the mouse باستخدام الفأرة باستخدام الفأرة بعد لو تلاحظت جدة راح تقول this looks interesting هذا يبدو مذهلا هذا عايز الطالب بالنسبة الى شرح conversation one conversation two انها يقلك listen and check your answers اصغي وتحقق من اجوبتك وان حلية ان كلها صح بعدها لو تلاحظ انها يقلك practice يعني مارس اوكي اعيد ممارسة the conversations المحادثات يعني من الممكن يكون هذا الجد وهي تكون هبة وبعض الاحيان هاي صير الجدة وهذا يكون هبة هاتشي فلو تلاحظت هل يمكنني انا اكون الجد راح تقول اوكي 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 نعم انا سوف ابدأ هذا عزي الطالب بالنسبة الى شرح وترجمة صفحة 46 47 انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته